شاهدين أهلا وسهلا بحضرتكم لا يتزال تتزايد الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجرائمها المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة كان أحدث تلك الضغوطات تأكيد محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية والوقف الفوري لأي نشاط استطاني وإخلاء المستوطنين وتعويد الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التابعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والنظام المرتبط بها أنشئت ويجرى الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي وشددت المحكمة على وجوب عدم اعتراف الدول بالوجود غير الشرعي للمستوطنين والإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها أن تساعد إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة واجتمل الرأي الاستشاري التأكيد على واجب عدم اعتراف المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت محكمة العدل الدولية أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانبها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية انتصار للعدالة دعاية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستيطاني بشكل كامل وفورا دون قيد أو شرط مشاهدين كان هذا عرضا موجزا حول القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية على هيئة قضائية دولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 نشكر لحضراتكم حسن المتابعة